بعد العناة توقع ما يبقى لستة فأنا ودي أستغل وجود الشباب قلهم اليوم جماعة الخير خلاص أنا باك الحالة لا لا أبغى في ختام البرنامج يا جماعة أنتم اليوم قدمكم مرحلة إعلامية أو تجربة إعلامية مختلفة خاصة للشباب اللي مارسوا أو جلسوا في القرية وصلوا إلى الختام ما طرعوا إلى قابل الناس اليوم أنتم أكثر ناس مشاهدة في إحصائية بقولها شوي دي أكثر الشباب مشاهدة في اليوتيوب الحياة مختلفة بعد خروجكم عما قبل دخولكم طريقة تعاملكم مع الجمهور أمر مهم جدا طريقة تعاملكم مع الناس أمر أهم اليوم لا بد أنكم تعلمتم من خلال هذا البرنامج طريقة التعامل مع الآخرين وأنا اليوم أقدم رسالة وأتمنى علي أن أقدم وكذلك ناصر الحكم مخبة ما شاء الله 17 سنة في الإعلام أنه جماعة الخير طريقة التعامل مع الجمهور ترى هذا من أهم الأشياء التي تخليك تصعد أنت بتطلع تلقى حولك مساحة من الضوء كثير تتفاجأ أنهم يزيحمونك عليها كثير تلقاهم يحاولون أن يقتربون من مساحة الضوء اللي حوله بمجرد اختفاءها لن تجد أحد حولك في جماعة الخير ركز كيف تزيد مساحة الضوء ركز في كيفية توسيع دائرة جمهيريتك ركز كيف أنت تقدر تزود جمهور مش تنقصهم ولا يكون هذا هاجسك الأول كم عندي رقم أنا وكم يمتلك صديقي والله من واحد عندها أرقام قليلة بعد مغادرة برنامج بعد سنة يمتلك أضعاف 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 اللي يمتلكها زميلة اللي طلع أول برنامج بالضبط فطريقة تعاملك اعرف المنصات اللي تنجحك تويتر منصة اللانجح لا تركز فيها خلها مصدر أخبارك فقط لا تكون في تويتر معلق أو راد على الناس أو مهمة أنت لست مقدم ولا استناقد لا لا نتكلم عن متسابق اليوم الناصر هو نجم هو نجم مش مسؤول عن قناة عشان يجي يبرر للناس أو يرد عليهم يعني لا تبرر لتكسر لا تبرر ولا ترد على الناس لا تلقى أحد تسابق مثلا تروح تدوره أو تبحث عن اسمك عشان تسوف الناس يسبوك أو لا يا أخي الحياة رحبة الناس اللي يحبونك أكثر من اللي ينتقدونك صح ما أحد يجتمع عليها في هذه الدنيا أحد عانى لي محبين ولي كارهين لكن أنا أركز على اللي يحبوني كيف أرضيهم كيف أقدمهم لسبب اليوم كنت تابع مقطع وأنا طالع إذا أنت عندك مشروع أو عمل أو قاعدة في الحياة أو حتى إعلام أو أي إن كان إذا أنت خفت من الفشل وخفت من الناس أو خفت من ردود الفعل والله ما تنجح وأقسم بالله لأنت ليش؟ لأن خوفك من الفشل بيخليك متردد ما رح تتخذ خطوات لكن لو كنت واثق من نفسك واثق من خطواتك تلذاك تبدأ وتجيب الله مألوف وبتخرج وبتوصل أسماء كثيرة طلعت من برامج ما تمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير اليوم هم الأبرز من الآخرين أمثلة كثيرة بقول لكم البيزنس واحد طلع انتهى ما كان أورنس ولا كان فهد فارع هم الأكثر جماهيرية صحيح اليوم أورنس فهد فارع هم الأكثر جماهيرية البيزنس واحد وهم المتسجلين السوشال ميديا كمثال لا 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 أحمد كان داخل عنده جمهور لكن زايد كان عنده جمهور يمتلك لكن اليوم أتكلم أنا متأكد أن فهد فارع أكثر جماهيرية سيف مطيري كذلك الآن يحقق جماهيرية سيف ماشاء الله أنتحقق نجاحات فيجمعت الخير تركيزك ما بعد البرنامج تركيزك 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 اختيار المنصة أمر مهم لا تحرق نفسك لا تحرق نفسك مو كل من دعاك يعني دعاك واحد في بودكاست نايم تروح تطلع فيه دعاك واحد في لقاء في قناة مشاهداته مدري كم أنا ما ألغي لكن شوف خل ظهورك ينتظرون هالناس يتشوقون له لا تحرق نفسك في كل منصة طالع في كل لقاء وانت جاي تراكض في كل من قاله يا أخي ادرس خطواتك بعناية وليد قشلان مدرسة كبيرة جدا في اختيار المنصات والظهور في كل مرة يفاجئني يعني اليوم هو قاعد يحضر في الكويت ما شاء الله تبارك الله تابع سناباته في كل مرة يفاجئني وليد بخطواتي شوفت لي ما يحط رجلها العزاز هذا هو لا تبحث عن الضوه في كل مكان لا تصد مشاهدات هنا بودكاسو هنا لقاءو هنا أنت اليوم الضوه حولك لا تضيع لا تروحي مين وساروه لا 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 خلك مركز ادرس حط عندك فريق استشاري تتق فيه وليس فريق مجرد محب لك يعني أنا ضد أنك تستشير اللي يحبونك لأنهم بيقول لك الخير في لقائه يطلع بيتبعو لا هل اللقاء هذا بستفيد منه كم من يتابعوني هل بتزيد متابعاتي هل الجمهور ينتظر ظهوري ولا بس أنا طعم برنامج 90 يوم الجمهور مل منك خلاص اليوم لازم تهدى تجيز برقة وقلم تدرس أنا أعرف من أبرز مشاهير السعودية اليوم اسم كلكم تعرفونه وقعد أحقق نجاحات مطبيعية الله بارك له ما يطلع في سناباته إلا عنده سكريبت مثل القنوات سكريبت أنا بكرة إيش بسوي بكرة سكريبت لأن المنصة هذه تجيب لفلوس يوميا تدخل مليون ظهور عشوائي بيفشل كيف متى أصنع حدث إيش الحدث اللي بأصنعه إيش الشي اللي مفاجئ اللي بفاجئ فيه الجمهور بالضبط كيف أصنع حاج هي ذكاء اليوم أنتم استفدتوا وتعلمتوا كثير من هذا القناة ما حد طالع من هنا بدون معرفة ما حد طالع هنا بدون علم كلكم تعلمتوا التعامل مع الكاميرا كلكم تعلمتوا صناعة الأحداث كلكم تعلمتوا إيش الأحداث اللي تضرب ولا تخلون المشاكل هي الديدن الأول لكم أنا مؤمن بأنني ابتعاد عنها أمر مهم معا هي من تصنع الولاءات هذا قناعة شخصية لي يختلفون الناس بيتفقون من يصنع الولاءات للنجوم هي الخلافات وفي أندي هقائمة على هذا الشيء ما ودي أسميها أنا ما ودي أطول الولاء المنقطع النظير يكون عندك جمهور يدافع معك بالخير والشر كيف تصنع هذا الولاء؟ في خطط كبيرة تسويها أنا ما بيتكلم مللكم ولا ملل للناس تنوع الحديث مهم علي استراتي والله يوفقكم ذكر أبو عبد الله نقطة سالفة السكريب ترى بعضهم يعلم ما سيفعل غدا في سناب ولا شيء ما بقى صعب عليك لأنه في فعلا فيه ناس ترى يتفقون مع صنع محتوى يعني عادي يوقع لي مع شخص يصير بينه بينه شراكة هو يصنع المحتوى وأنا أقدمه في منصتي لأنني أنا مشهور كشخص سيم من الناس أنت لا توصل له المرحل المرة الاحترافية بس نظم نفسك عادي ترى فيه ناس مشهير يطلعون برامج رواقع يفتح مثلا يسوي لها منصة في تويتش مثلا ويصير بث العاب يصير ستريمر زي بسام مساعد يذكرون يمكن فيه أحد النسخ القديمة 2017 يمكن فيه درس ذلك 7 أو 6 عزيز المحمد الآن في سكريبت واحد فعادي بعضهم يتخذ بث العاب الالترونية بعضهم يتخذ مجال السفريات والفلقات السفريات زي الآن مثلا سنابات فهد فارع المجال اللي أنت تحتاجه ما تحتاجه تقلد غيرك أنت تكتشف نفسك يعني مثل سالم من موثوس كتجات صح؟ اي صحيح هو محمد مفروض سالم محمد كل أسبوع مرتين صحيح أحسنت فالبعض أنت من تكتشف نفسك وتعرف وش تسوي ما هو أحد ثاني أنت تعرف أماكن القوة والضعف بالنسبة لك والشي اللي تقدر تقدمه في السوشال ميديا لا تتوقع أنه الشي اللي تسويه اليوم ولا بكرة ولا بعده بيشفع لك ثلاثة أربع سنوات الجمهور يحتاج منك تجديد الأشياء اللي يكون فيها احتفالات سنوية أو وطنية أو شبه سنوية لازم تكون فيها حاضر موجود يوم التسيس يوم العلام يوم الوطني كل هذه لابد يكون لك بصمة فيها يشارلك فيها بالبنان كل هذه الأشياء لابد الواحد فعلا يعيي الشي اللي يسعى له القناة صدرتك المجال معين كل الأفكار اللي جلس تدور فيها في داخل البرنامج ولا نفذتلك أنت نفذها بالطيقة اللي تحتاجها والتي تقدر تسويها خل الشي اللي تقدمه في السناب متنوع ترى صدق أبو عبد الله ترى في ناس يطلع ممكن ما يكون صف أول أو صف ثانية أو صف ثالث بس أنه بعد سنة سنتين ثلاثة جثت الفرصة وصار صف أول مو لازم من بعد طلوعك ديرك تتسير صف أول فيه زحام كثير الآن ممكن يعني آخر ظاهر الإحصائية طلعت الظاهر ثلاثين ألف مشهور في السعودية أو سبع ثلاثين ألف مشهور في السعودية على حسب اللي قرأته فلا تتوقع أن أنت بتطلع كذا فجأة بين ثلاثين أربعين ألف مشهور بتطلع أنت هو الواحد فيهم طبيعي قدامك في ناس سابقينك في ناس قدامك في ناس وراك بس أنت يعني هو يأتلك الأجواء لأن أنت تعرف الطريق الصحيح السليم اللي تقدر تواجد فيه كل هذه الطرق أنت بتقدروا تكتشفون منفسكم فيها يعني الشاعر يسوي لديوان ديوانين ثلاثة أربعة خمسة كتاب وصناعة النشر موجودة الممثل يقدر يصنع له طريق مع زميل له ممثل محمد وسالم ترى استمتع حان بسناباتك أنت وشنار لاجتماعات مع بعض يا محمد وتواجدكم لطيف في بعض السنابات جميل ترى البعض إذا كان مميز في سنابة يجيب الناس ترىهم مهم مرة أو مرتين والشي اللي أنت يقدر تصوي بنفسك سوى ترى عادي دائما أسمع نصيح من بعض الناس إذا ما عندك محتوى سكر جوالك اليوم ما عندك شيء مو لازم تصنع أي شيء لا تخسرها قفل جوالك قفل ومو لازم أسوي شيء اليوم اليوم ما عندك أي شيء مو لازم أصور قفل جوالك ريح أكتب البكرة البعض البكرة ريح نفسك عندي والله سفرة بعد ثلاث أيام مع ريان مع ثامر أبو ثامر مع إبراهيم عوان أحضر لها ما أصور قبل ثلاث أيام ثم أبدأ أنطرق أحضر نفسي في لقات كل هذا أشياء مساعدة ترى أنا بالنسبة صراحة حسب الطلاعي الفترة الخيرة أفضل منصة تقدر تستفيد منها منصة استجرام ادخل استجرام ترى صناع المحتوى في طريقة يعلمو كيف تصنع محتوى تطبيقات في المنتاج أدوات تصوير أدوات احترافية تقدر تسويها كلها بجوالك أنا بالنسبة لي أفضل منصة تتعلم منها استجرام وتطبق في تيك توك تطبق في السناب شات تطبق في أي منصة أخرى وطبق في استجرام ما في مشكلة ترى منصة استجرام الاستفادة منها جدا كبيرة الله يوفقكم وشد حيلكم ما بيقالكم إلا شكرا لك شوفوا جماعة مثال بعطكم مثال لتوسيع دائرة جماهية ليش أفضل طريقة وسع دائرة جماهية أول شيء بعض الناس من يوم يطلع من برامج واقع يبثهم عن نجوم برامج واقع أنت في نفس الدائرة ما استهدفت جمهور جديد وهذا أنا أتبرق أباء خصوة المهتم واللي حريصة أنه يوصل حب حب يب عبد الله حب يب عبد الله أنا أقصد أحراس تخلك ذكي في الظهور وتوصل لجمهور جديد يعني مثلا عجبني شنار مثال اليوم طلب الأمثلة بشنار ولن ذكي صراحة في خطواته بعد الخروج استهدف جمهور الإبل لما طلع وراح لناجي الإبل وطار له ظهور في جادة الطائم فكان ذكاء استهدف جمهور جديد ومنصة جديدة وناس جدد يوسع دائرة مشاهداتك يوسع دائرة جمهورك يخليك توصل الآن بأفتح مجال لكم النقاش سم إن شاء الله صورة النمو إذاً ممكن أن تعرفين أنا لديه بل فورا فتكلمت كيف بل فورا فتركنا فردت أني أنا بصير أتعب من بغي أتكره لدفع من بغي أمكن أن أعلي فهم بطريقة هذه شفت فينا مثل عم